هو ده جمهور الأهل العظيم هو ده جمهور الأهلي اللي احنا عارفينه فعلا هو ده اللي ماشي معانا في سكة واحدة وإحنا الاتنين لدينا هدف واحد إحنا ما نقدرش نمشي في السكة دي لواحدنا جمهورنا العظيم ده عمره أبداً ما يهد ممكن يزعل ممكن يغضب ومنحقه في بعض الأوقات ولكن جمهورنا العظيم ده معلش ده برضو اللي احنا محتاجينه منك حقك دايماً علينا إنك انت ما تسيبناش أبداً في وسط الطريق وأنا محتاجلك دايماً محتاجلك لأن من غيركو ما قدرش أعمل حاجة كويسة من غيركو ما قدرش أمشي في السكة دي لواحدة حاسين بالتأثير أنا بتكلم كأني العيد آه حاسين بالتأثير من نحيطك أكيد حاسين بالتأثير في حق الندينا هو النادي الأهلي بيتكلم؟ آه بيتكلم النادي الأهلي أنتو اللي بتخلوه يتكلم وانتو اللي بتخلوه يسكت وانتو اللي بتخلوه يرد وانتو اللي بتكلموا اللعيبة وتقولوله النادي الأهلي شايف إنك مؤثر النادي الأهلي محتاج منك كذا وكذا 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 النادي الأهلي محتاج روحك أنا بسمع أنا واحد من اللعيبة كنت بسمع من غير ما الجمهور يتكلم ده دور جمهور النادي الاهلي العظيم وده جمهور الاهلي العظيم ببقى محتاج لك على طول في الشدة مش في الفرحة بس ببقى محتاج لك في الشدة وفي الفرحة وفي المصائب وفي الأزمات وبرضه في الأفرح والمصارات احنا مع بعض انتم دايما اللي تصنعوا البسمة انتم أصحاب الفرحة الحقيقيين انتم أغلى شيء لنا بعد النادي الاهلي بعد النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم سكتنا مش كلها هتمشي كويس بس هنعديها هنعديها بيكم انتو اللي هتخلونا نعدي في ناس كتير حوالينا عايزانا نقع وانتم عارفين وفي ناس مش عايزين نمشي مش عايزين نمشي في سكتنا وانتم شايفين في ناس عايزة تخلينا زيهم بس ولكن مش هيقدروا يا ما عملوا من زمان يا ما عملوا سنين فاتت وما قدروش نجاح فلهم ما فينا عارفين ليه عشان ربنا معنا وانتم دايما معنا كنتم دايما معنا وحتفضلوا دايما معنا انتم معنا زي ما احنا مع بعض على مدار السنين دي كلها شفنا اجيال كتير جدا 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 مسيرة النادي الاهلي انتم كمان اجيال بتسلم بعض ليه كل ده عشان تصنعوا التاريخ تصنعوا التاريخ لمين للنادي الاهلي العظيم مش احنا اللي بنصنع التاريخ مش احنا كلعيبة اللي بنصنع التاريخ احنا مجرد ادوات بس إنه ما إنتوا الأساس إنتوا اللي صنعتوا القيم والمبادئ والمصل وإنتوا اللي جبتوا لنا البطولات مش إحنا اللي جبنا البطولات كل ده كل الحاجات دي كل الجماهير العظيمة دي الناس بتحسدنا عليكم الناس كلها بتتغنى بيكم الناس كلها بتتغنى بيكم الناس بتحسدنا إنه إنتوا فعلا جمهورنا إنه إنتوا موجودين في حياتنا إنه إنتوا موجودين في النادي الأهلي وجودكم بيننا شيء عظيم جدا 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 بنفتخر بيه دايما انتو اللي هتعدونا من العتمة اللي احنا فيها دي بالنور اللي في ايديكو وفي قلوبكو انتو اللي بتنوروا نيال سكتنا لان سكتنا واحدة مش خسارة بطولة هي اللي هتوقعنا وهي اللي هتهدنا خسارة بطولة هتجيب لنا بطولات كتير جاية ان شاء الله الاهلي عمره ما حيقع الاهلي عمره ما حيقع ان شاء الله باذن الله وبوجودكم دايما في الصف الاول اللي بيدافع عن قيم ومبادئ ومصر النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها انتم دايما حائط الصد الاول لكل واحد عايز يوقع النادي الاهلي انتم بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي 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 ما نقدرش نستغنع عنا بيجمعنا دايما حب النادي الاهلي وحب النادي الاهلي وحبكم بالنسبة لنا حياة وحتفضلوا طول عمركم كده حياة بالنسبة لعبة النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي العظيم شكرا